اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام حيث نرسل فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية ونبدأ من اهم العنوين جاء في الهيئة نسل اهمال الطبي وينهي حياة احد المعتقلين بسجن الحوت في ذيقار نقرأ في موقع الحرة البنتاجون يرفض تعليق على تقرير بشأن خطط لشن هجمات ضد ميليشيات عراقية ونطلع في العرب الجديد العراق المخاوف من التحقيق مع قيادي الحجد تنظر بتصعيد امني جديد جاء في الزمان واشنطن تبدي سخطها لتعرض متظاهرين سلميين في العراق لعنف وحشي ونقرأ في الخليج الاماراتية وفدون مصريون يبحث في غزة لبحث تثبيت التهديئة ويعادة الاعمار تصفحوا في القدس العربي اليمن جريفث يناقش خطة السلام مع ممثل الحوثيين في مسقط واجأة في الشرق الاوسط جمهوريون يطالبون بطرح الاتفاق نووي للتصويت في مجلس الشيوخ اهلا بكم قال موقع دايلي كولر الامريكي ان البنتاجون يخطط للحصول على موافقة الرئيس جو بايدن على توجيه ضربات ضد الميليشيات المدعومة من ايران في العراق ونقل الموقع بالاحرى عن مصدرين مطلعين على الوضع قولهم ان ادارة بايدن تبحث بجدية في مجموعة واسعة من الردود على هجمات الميليشيات الموالية لايران ضد الامريكيين في العراق المصدر اشار الى ان السلطات الامريكية كانت في مكانها منذ الضربة التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الايراني لكنها تتطلب اذنا فرديا لكل ضربة بناء على توجيهات الرئيس وستتم مناقشة خطة العمليات والخيارات المختلفة مع البيت الابيض من خلال مجلس الامن القومي بحسب مصدر ثاني مطلع على الامر وقال المصدر ان المسؤولين سيطلبون موافقة بايدن على اوامر الاضراب في وقت قريب لكن لا يمكنهم تحديد اطار زمني محدد واقترح المصدر الاول المطلع على الوضع ان الاجتماع سيؤقد يوم الجمعة على الرغم من انه لم يؤكد ذلك بشكل مستقل وبحسب الموقع فانه ليس من الواضح ما اذا كان بايدن سيوافق على اقتراح البنتاجون واشار الرئيس الى دعمه لتدفئة العلاقات مع النظام المارقة معربا عن اهتمامه باعادة الانضمام الى الاتفاق النووي الايراني وتمثل هذه الجهود تحديا صعبا لرئيس قتل سلفه ولفت الموقع الى ان الولايات المتحدة تتهم فصائل مسلحة مدعومة من ايران بشأن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق اخر هذه الهجمات وقع الاثنين الماضي واستهدف قاعدة عين الاسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات امريكية ودولية اخرى لكنه لم يسفر عن وقوع اية اصابات طوان الموقع اشار الى الضربات الجوية التي نفذتها القوات الامريكية في شباط الماضي على منشئات عند نقطة مراقبة حدودية في سوريا تستخدمها ميليشيات مسلحة مدعومة من ايران تحديدا بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء هي الضربات الوحيدة التي نفذت في عهد بايتن في القدس العربي جاء هذا المقال تراجعت الدولة في العراق امام الميليشيات معلينة اطلاق السراح القيادي في ميليشيات الحجن قاسم مصلح الذي اصبح بعد ساعات فحسب من اعتقال قوة امنية خاصة له في مطار في العراق وحول قانون مكافحة الارهاب في عهدة امن الحجد نفسها حسب تصريحات صادرة عن قيادة الميليشيات الشيعية المذكورة حيث صحيفة القدس العربي تتساءل في فتاحيتها من يجرؤ على تحدي الميليشيات في العراق القبض على مصلح جاء لاتهامه باغتيال الناشطة السلميئها بالوزن رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء الذي قتل برصاص مسلحين امام منزله وكذلك مقتل ناشط اخر هو فاهم الطائي من المدينة نفسها ومعلوم ان الوزن كان ينبه على مدى سنوات من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران ويمثل اغتياله ضمن هذا السياق تأكيدا على ارتباط النفوذ الايراني في العراق مع نفوذ الميليشيات الموالية وهو ما يجعل التعرض لأي من الجهتين فعلا محظورا تسهر على تنفيذه على ما تكشف الوقائع قوة اكبر من الدولة العراقية نفسها بهذا المعنى لا تكتفي طهران بالسيطرة الكبيرة التي تمتلكها على مقدرات الدولة نفسها سواء ضمن اجهزة الدولة الامنية والعسكرية وضمن الطيف الواسع من السياسيين من قادة ومسؤول الاحزاب ونواب البرلمان بل تعزز هذه السيطرة عبر الميليشيات المسلحة المتعددة الاشكال والاسماء والاختصاصات والوظائف الهدف من هذه الثنائية هو منع تشكل دولة عراقية فاعلة يمكن ان تتصرف مع طهران بصيغة الند او الحليف الشريك لا التابع والمنفذ للأوامر فحسب وخلق مجالات تنافس وصراع بين الدولة والفصائل المسلحة من جهة وتوظيف تلك الفصائل في اغراض تخدم الاستراتيجية الايرانية العالمية والاقليمية الصحيفة ترى ان حكومة المالكي لا تستطيع ضمن شبكة السيطرة الايرانية العسكرية والامنية والسياسية المعقدة ان تتحقق كسلطة قادرة على ضبط النظام والقانون وامتلاك شرعية حقيقية فهي غير قادرة على تحريك الجيش وقوات الامن ضد اشكال العصيان والتمرد المتنوعة على شاكلة ما حصل في قضية القيادي في ميليشيات الحجد قاسم مصلح قال صحيفة واشنطن بوست انه بعد سنوات من طرد تنظيم داعش من العراق تجد الحكومة في بغداد نفسها محاصرة مرة اخرى وعلى عكس عام 2014 من يحاصرها هم انفسهم من شاركوا في هزيمة داعش وباتوا الان يهددون وجود الدولة العراقية واشرت الصحيفة الى ان الميليشيات الشيعية تحاصر المنطقة الخضراء قبل اقل من خمسة اشهر فقط من نوعد الانتخابات المبكرة الصحيفة تضيف ان الميليشيات تحاصر المنطقة الخضراء في بغداد لمطالبة السلطات بالافراج عن احد قادتها الذي اعتقل بتهم تتعلق بالارهاب وتقول الصحيفة ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظم يتعرض لضغوط هائلة للاستسلام لهذه المطالب وترى الصحيفة في ذلك مؤشرا واضحا على ان العراق محتجز كرهينة من قبل شبكة ميليشيات شيعية عابرة للحدود الوطنية تقودها وتسيطر عليها ايران وبات تفكك الدولة اكثر وضوحا منذ ان اطلق المتظاهرون الاراقيون حركة احتجاج في الفين وتسعة عشر تجددت مرة اخرى في الايام الاخيرة بعد سنوات من الفساد والحكم الكارثي والخنوع للمصالح الاجنبية وتضيف الصحيفة ان ما يزيد الطين بالله هذه المرة هو ان الميليشيات بما في ذلك كتائب حزب الله التي صنفتها واشنطن ارهابية متورطة في عشرات محاولات القتل والاغتيالات بدوافع سياسية ولفتت الصحيفة الى ان عائلة الناشط البارز في الحراكة العراقي اهاب الوزني الذي قتل خارج منزله اتهمت قاسم مصلح احد كبار القادة في ميليشيات الحشد المرتبطة بالحرس الثوري الايراني اتهمته بالوقوف وراء الجريمة مشيرة الى ان السلطات اعتقلت مصلح لكنه قد يطلق سراحه قريبا بعد ان حاصر مقاتل الحشد المنطقة الخضراء مطالبين باطلاق سراحه وان لا ستكون هناك عواقب عنيفة تختتم الصحيفة بالقول ان الكاظمي اظهر مرة اخرى انه لا يستطيع السيطرة على هذه الميليشيات المسلحة تماما كما انه لم يتمكن من تقديم قتلة صديقه هشام الهاشمي الى العدالة عندما اغتيل العام الماضي هناك فارق كبير بين الانتخابات الرئاسية في سوريا وتلك التي ستجري في ايران الشهر المقبل ففي ايران مثلا فرض المرشد علي خامناء مرشحه ابراهيم رئيسي المعروف بتشدده ليكون خليفة حسن روحاني فهناك في ايران محاولة لانقاذ النظام من داخل النظام نفسه هل هذا ممكن؟ ربما خير الله خير الله يقول في صحيفة العرب اللندنية ان هذا السؤال سيطرح نفسه بحدة في المستقبل القريب في ظلي رهان ايراني على ان الادارة الامريكية مصرة كل الاسرار على العودة الى الاتفاق النووي سيكون الرهان الايراني رهان المرشد اولا على جني ثمار العودة الى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة يظل رهان المرشد في اساسه على رفع العقوبات الامريكية اضافة الى ذلك عبر التمهيد لتولي ابراهيم رئيسي وهو رجل المرشد رئاسة الجمهورية تجري محاولة لادخل تعديلات جذرية على طبيعة النظام من اجل انقاذه ما خطط له خامنئي يندرج في سياق واضح يصب في تمكين نجل المرشد ويدعى مجتبى من خلال والده في كل الاحوال تبدو ايران مقبلة على تغييرات داخلية تمس طبيعة النظام يريد خامنئي تفاديها عبر توريث ابنه وجعله في موقع المرشد سبقت سوريا ايران في اعتماد التوريث سبقتها في تقليد كوريا الشمالية التي استطاع فيها كيم ايلسون بالتأسيس سلالة وتوريث نجله الذي ورث بدوره نجله كيم جونج اون لا يزال خامنئي يحاول توريث نجله استطاع نظام الكوري بلوغ الجيل الثالث من عائلة كيم استطاع النظام السوري بلوغ الجيل الثاني في السنة الفين نره حاليا في طريق سعي بشار لتوريث نجله حافظ في يوم من الايام مهد لذلك بالقضاء على الطموحات السياسية لآل مخلوف الذين كانوا شركاء في السلطة في ظل صعود نجم اسماء الاسر الكاتب يران الفارق الاكبر بين ايران وسوريا يبقى ان ايران لتزال موجودة ولد علي خامنئي ما يورثه ويورثه لنجله في المقابل لم يعد يوجد بلد اسمه سوريا كي يتمكن بشار من توريثه لنجله حافظ الا اذا اورثه ركاما مرت جولة اخرى من الصراع بين المسلمين والصهايين وانقضت كالعادة بالتفوق منهجي وفكري واضح وصريح استعلا به المسلمون على خصمهم الذي لا يقاتل إلا من ورائه جذر وحتى على المستوى التكنيكي والتكنيكي والتكتيكي والاستراتيجي العسكري في الوقت نفسه جاءت بشير يقول في صحيفة البصائر ان شهادة المقاومة الفلسطينية للعقول العراقية التي اسمت في تطوير سلاحها وتنمية قدراتها جاءت ليكون اشد اثخانا في العدو واكثر مضيا في مسار الجهاد في مشهل متقن الصنعة ولقيق الحراك على مدى عقدين من الزمان لم تتمكن عيون العدو ومن يواليه من معرفة هذا الجهد او الوقوف على جزئيته حتى اختارت المقاومة بنفسها ان تعلن عنها وتكشف عن بعض اوجهه لقد جاء وصف المجاهد خالد مشعل للعقول العراقية التي شاركت في دعم المقاومة دقيقا وذا مقصد حينما قال ان عقولا عراقية محبة لوطنها ساهمت في تطوير صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدى عشرين عاما ولعل مصطلح محبة لوطنها له من الدلائل الشيء الكثير في حجمه والكبير في مداياته لان حب الاوطان لا ينحصر داخل حد او يقتصر على قطر وان الايمان بقضية ما يلزم ان يكون شاملا لها في اي مكان تتوافر فيه مقتضياتها ومقاصدها ولسيما حين ندرك ان اصحاب العقول المشار اليها هم من النخبة الاسلامية الفذة التي دفعت من ارواحها واموالها ومستقبلها ثمنا لمواقف الدفاع عن عقيدتها ومبدأها امام منهجية كانت تريد ان تصرف عقيدة الاسلام وثوابت الشريعة عن الناس وتعزلهما عن الحياة ولعلى الاستشهاد بصلاح الدين الايوبي في هذا المقام له دلالة اخرى لا تنفك عن سابقتها فقد تفاخر ابو الوليد اي خالد مشعل بهذا القائد العراقي اي صلاح الدين الايوبي الذي كان حاكما في بلاده لكن التأريخ سجله فاتحا للقدس ومحررا للمسجد الاقصى المبارك الكاتب يرى ان الفلسطينيين ومن خلفهم المسلمون في ارجاء العالم كله كسبوا معركة في مرحلة مهمة في حرب قائمة لم تضع اوزارها بعد ولن تضعها عن قريب بيسر او من دون تضحيات اخرى واذا كانت معركة سيف القدس بمثابة خطوة على الطريق النصف فان هذا الطريق ما يزال طويلا وهو بحاجة ماسة لان تبقى الامة مدركة بانه يستلزم المزيد من الزاد ورحة نشرت مجلة ويفوريين بوليسي الامريكية مقالا للكاتب ستيفان والت عن دواع انهاء واشنطن للعلاقة الخاصة التي تجمعها مع الاحتلال الاسرائيلي وقال الكاتب ان الجولة الاخيرة من القتال بين الاسرائيليين والفلسطينيين قدمت المزيد من الادلة على ان الولايات المتحدة يجب ان توقف من الان الدعم الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية غير المشروط للاحتلال في ظل انعدام الفوائل السياسية مقابل التكاليف المرتفعة الكاتب اوضح ان عقودا من السيطرة الاسرائيلية الوحشية قد قضت على الحجة الاخلاقية للدعم الامريكي غير المشروط لقد وسعت الحكومات الاسرائيلية المستوطنات وحرمت الفلسطينيين من حقوقهم السياسية المشروعة وعملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية داخل دولة الاحتلال بالنظر الى كل هذا ليس من المستغرب ان تصدر منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة حقوق الانسان الاسرائيلية بتسليم مؤخرا تقارير مقنعة تصف هذه السياسات المختلفة على انها نظام فصل عنصري واشار الكاتب الى ان الدعم غير المشروط للاحتلال اليوم يخلق مشاكل لواشنطن اكثر مما يقديمه من حلول فلم تفعل اسرائيل شيئا لمساعدة الولايات المتحدة في حربيها ضد العراق بينما كان على الولايات المتحدة رسال صواريخ باتريوت الى اسرائيل خلال حرب الخليج الاولى لحمايتها من هجمات سكودا العراقية وضاف الكاتب ان امتناع واشنطن عن اعتبار منح الفلسطينيين دولة قابلة للحياة شرطا لدعم الاحتلال كان سببا في تدمير عملية اوسلو للتسوية مما ادى الى تبديد افضل فرصة لحل الدولتين ولكن وجود علاقة حيث يكون دعم الولايات المتحدة مشروطا سيجبر الاسرائيليين على اعادة النظر في مسارهم الحالي وبذل المزيد من الجهد لتحقيق سلام حقيقي ودائم الكاتب يختم بالقول ان جميع التغييرات لن تتحقق قريبا لوجود مجموعات قوية ذات مصالح تعتمد على هذه العلاقة الخاصة لكن التغيير قد يكون اقرب مما يعتقده البعض ولعل ذلك ما يحفز المدافعين عن الوضع الراهن لتشويه وتهميش اي احد يقترح البداء الى الان بمجرد ان يصبح النقاش العام لموضوع ما اكثر انفتاحا وصدقا يمكن ان تتغير المواقف التي عفى عليه الزمن بسرعة موريشا وفي خبر بعيدا عن السياسة يقدم مقهى محلي في العاصمة العراقية بغداد مشروب القهوة مجانا لعملائه الذين حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مسعى منه لنشر الوعي باهمية حصوله على اللقاح في ظل تزايد الاصابات وعلق مسؤول المقهى مقهى قهوة وكتاب هكذا جاء اسمه لافتة كتبوا عليها في المدخل اخذت اللقاح قهوتك على حسابنا في محاولة منهم للتصدي لحالة التشكك والخوف من اللقاح المنتشر في العراق باعتبار ان اللقاح هو السلاح الوحيد المتاح حاليا لمواجهة الجائحة وبمجرد اظهار الزبون صورة البطاقة التي تفيد بحصوله على التطعيم يحصل على كوب قهوة مجانا فورا واشر صاحب المقهى الى عدم وجود ثقافة باهمية اللقاح مضيفا ان المبادرات تأتي لتغيير هذه الثقافة وطلب صاحب المقهى الحكومة بتبني هذه المبادرة التي بدأها بمفرده ظنا ان المطاعم والمقاهي ستنضم هي الاخرى له حتى تعود الحياة كما كانت متابع ممتع مالكاركاتور موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة